فيما يتعلق بدوري الأبطال حقيقة كان فيه مؤتمر صحفي لفوزي لقع وهو رئيس نادي الوداد المغرب وحاجاتكم عارفين ان شاء الله ان شاء الله احنا طبعا لكل حدث حديث لكن يعني الأمور تطرق فيها رئيس نادي الوداد لملف دوري الأبطال واتكلم فيها وكان مؤتمر معمول مؤتمر صحفي بيتناقش فيه المسابقة أو تفاصيل المسابقات المحلية واتكلم على فكرة تدعيم الفريق بتاع الوداد المغربي واتكلم قبل كاس العالم حتى السؤال كان نصا على فكرة التدعيمات اللي ممكن تعملها قدورة الفريق للوداد قبل المشاركة في كاس العالم وكأنه وصل نهائي وكأنه فاز بالبطولة لكن كان رده على السؤال حقيقة في سياق الرد ده اتكلم على ملف التحكيم تحديدا في دوري الأبطال وحضراتكم عارفين أنه مباراة النهائي أين كان الفرقتين اللي هيوصلوا ليها نتمنى الأهل يكون طرف فيها إن شاء الله هتتلعب في المغرب وبالتالي ما اعتقدش أنه ممكن يكون فيه شبهة أو اعتقد انتحاد الأفريقي ممكن يحط نفسه في موضع شبهة فيما يتعلق بملف التحكيم يعني إذا المباراة النهائية هتتلعب على المغرب في المغرب وإذا كان الوداد طرف محتمل فيها فاعتقد ملف التحكيم هنا أو النقطة الجزئية الخاصة بالتحكيم لابد تماما أنها تكون خارج أي موضع شبهات وما اعتقدش أنه من المنطقي حتى وإحنا لسه ملعبناش لا إحنا ولا هم مباراة قبل النهائي يبقى فيه محاولة من محاولات الضغط على التحكيم فيما يتعلق بالتحكيم وخصوصا طبعا أنه هو هيكون رئيس اللجنة المنظمة للمباراة النهائية أين كان الطرفين يعني أين كان كايزر تشيفز أهلي وداد أهلي نتمنىها أهلي في جميع الأحوال إن شاء الله بإذن الله وده طبعا يعني أعتقد يبقى فيه أفضلية للوداد لو وصل مباراة نهائية أنه مباراة تتلعب على أرضه لكن فيما يتعلق بالتحكيم أعتقد أنه من العدالة ومن النزاهة أنه يتم اختيار حكم أنا طبعا مش بشكك في زمة الحكام الأفارقة لكن ما حبش أي نوع من أنواع الضغط يمارس على التحكيم قبل ما نوصل إحنا حتى لسه ملعبناش قبل النهاية فكات التصريحات دي يمكن إلى حد كبير يعني بشوف أنه خانوا التوفيق أو خانوا التعبير فيها اشتركوا في القناة